طبعاً مبروك للهلال وجماهير الموج الأزرق اللي بدلوقتي بعد مباراة ستة واحد بانت أمال كبير على النهاية إن شاء الله يبقى عندها أمل أن هم يعملوا حاجة قدام تشيلس وهرد لك طبعاً لنادي الجزيرة وأنا ما أقدرش أقول في المباراة دي غير النتيجة بالنسبة لي صدمة أنا أعترف وأعترف زي ما إحنا كنا بنقعد الواحد بيبقى مبسوط لما بيكون بيتوقع حاجة وشايفها وتطلع صح مصر هتعدي الكاميرون تقوم تعدي الكاميرون الأهلي هيعدي منتيري فيعدي منتيري فالنهار ده إحنا أنا صحيح ما قلتش مين يكسب وراشد كمان قال المباراة صعب التوقع بيها وأنا قلت المباراة صعب التوقع بيها بس أنا بقى إيه اللي وقعت في التراك وقلت مش هتنتيه بفرق كبير أعتقد إنها لو انتهت تنتيه بفرق هدف بكتير هدفين بصراحة لم أكن أتخيل إنها ممكن تبقى ستة واحد وأنا بتفرج على الشرط الأول وهو واحد صفر وطول الشرط الأول لغاية تقريباً هي الثمانية وتراتين أو دي أدخلنا على الاربعين وهي واحد صفر مفيش حد بقى يعني يستخدم جملة صديقي وأخي راشد يعني هاتلي عاقل يكون موجود في الدنيا يقولك إن النتيجة ممكن إن الشرط تانية هتبقى ستة واحد يعني إزاي إيه الإنهيار ده فبالتالي أنا قادر أديك أنوان للمباراة المباراة بدأت ديربي خليجي وانتهت بنتجتها لأنها بقت عبارة عن مباراة بن بطل قري ومضيف بيستضيف بطولة المنديال بتاع الأندي يعني الاتنين بدأين متكافئين متساويين فراسهم متساوية انتهت المباراة بواحد فوق وواحد لأ بقى بقيت خالص تحت الفوارق هي الفوارق يعني سيد الراشد قال فيه فوارق ما بين الفريقين الكابتو نحمسعيد قال أيضا فيه فوارق ما بين الفريقين على المستوى الجانب على المستوى التحضير على المستوى النظرة لهذه البطولة بص فيه فوارق طبعا وبعدين أهم فارق انه هو أنت هنا أنت بتنظر يعني انت دخل البطولة بصفة صعب الأرض إنما هو دخل بصفة حامل لقب قرع وبالتالي الفرق الفني مش محتاج نتكلم فيه احنا بنحاول كنا بنقرب الفرق تم من بعض لما ندخلهم في نطاقة الخليجي اللي هو التنافس الخليجي المعهود انما لا فيه فرق مفيش فرق احترافي يعني انت لما تجي تكلم على منظومة نادي الجزيرة لو انت رحت دلوقتي خدتها هتلاقي تقريبا هي المنظومة الاحترافية اللي موجودة في الهلال انا بتكلم على الهيكلة على الحقوق اللعيبة العقود نفس العصر حتى الدور الاماراتي يعني انا يعني انت عارف يا ادي عايزة حلقات وحلقات يعني علشان ما نبعدش عن بطول علشان المونديال ولكن الراشد حطي ايده على جزء من الجرح ان انت لازم تفتح وتشوف في مشكلة حقيقية مش ممكن كل الفلوس اللي بتتصرف وانا القضية برضو كنت زمان لما اقول كل الفلوس الناس يجي تقول لك يا اخي ما لك شدعه احنا بنصرف يا سيدي خلاص انا ما بكلمش على الفلوس اصرف زي ما انت عايز بس يا اخي مش نفسك اللي انت بتصرفه ده يجيب لك مردود ولا انت بتصرف وترمي في البحر فانت لازم اللجنة المحترفين عليها جزء كبير مش اتحاد الكرة الاماراتي بس لانه هما الاتنين شركاء في التخطيط لكرة الامارات فيه حاجة انا اقول لك حاجة بمنطل صراحة الدور الاماراتي اللي مشاهدين عرب كتير غير ممتع انت هنا مستمتع لان الاهلاوي او الوصلاوي يعني بيتحدى العيناوي والعيناوي مع الوحدة انما انت لو فيه واحد مصري بتفرج في القاهرة او مغربي في المغرب مش عارف الوحدة والعين والحساسية والمنافسة ومش بيشجع فيهم وهو بيتفرج على مباراة كرة قدم انا اسف غير ممتعب بالنسبالي طبعا فيها ليش تقول هذا الكلام بعد الخسارة الجزيرة يعني ليش الرابط بينهم لا انت بعد الخسارة الخسارة كشفة يعني انت انت دلوقتي وبعدين انت دلوقتي عايز توقعنا في المحظور كنت يجي قبل المباراة انت لق فيه حد كان ممكن يجي يقول وفي صراحة ما كانش حد ممكن يتوقع ان المطش يطلع ستة واحد يعني انا كنا بنطلب من الجزيرة احنا لما كنا بنتكلم على بيراي وتفتكرة راشد كنا بنقول فرصة ذهبية في ممبارات بيراي دي احنا مش عايزين منها ولما انتهى الشوت الاول كانت ثلاثة وكان ممكن تطلع المباراة تخلصها ستة سبعة تمانية تسعة فتحقق رقم خاس بيني وبينك انا ندمان على انهم ما عملوش كده لو عملت كده كنت غطيت على نفسك في الرقم القياسي اللي بقى اكبر هزيمة طح فيه احيانا ان الكلام ممكن لما يتقال قبل يعني وبعدين احنا كنا بنتكلم على الموديل الاندية والافتتاح الموديل الاندية احنا مش بنتكلم على منقشة الكرة الاماراتية الكرة الاماراتية دي قضية كبيرة محتاجة منقشة وانا الواحد قضى عمر كبير في الامارات وشايف قصور في جهات وشايف وطبعا فيه ايجابيات الصورة مش سودة كلها يعني ولكن انا بتقالي المردود زي ما رشد قال لازم يكون اكتر من كده انا مش عايز اظلم الهلال عشان ما تبقاشي القضية كلها احنا بندور ليه الجزيرة خسر لا الهلال احنا قلنا انت قلت الفريق الفني لا فيه فريق فني عنده منظومة احترافية عنده لا عنده الكرة السعودية ما هو الهلال ده جزء من المنظومة انت لما تاخد النصر السعودي انا آسف برضو ممكن هتلاقيه برضو ممكن لو بيقابل فريق اماراتي تاني غير الجزيرة ممكن هتفوق عليه طبعا ستة واحد دي ظروف وانا احمل هنا يعني بصراحة كايزر المدرب جزء كبير من المسئولي لما كنا انا متقدم واحد صفر ايوه في اه وبقي لي سبعة تمن دقايق انا المفروض ان انا احاوي اقفل وانا بلعب الهلال وانا مش بلعب النادي تاني ان انا اطلع شوط الاول واحد صفر